النقطة الثالثة الخليفة وممالكه وحاشيته أيضا هنا موارد الموارد الأول الذهبي تاريخ الإسلام الجزء الثامن والأربعين في الجزء الثامن والأربعين في صفحة اثنين وثلاثين سنة خمس وخمسين وستمائة ستمائة وخمس وخمسين هجري مسير هولوكو إلى بغداد وفي سنة خمس أي ستمائة وخمس وخمسين هجري صار هولوكو من همدان من همدان قاصدا بغداد فأشار ابن العلقمي الوزير على الخليفة ببذل الأموال والتحف النفيس إليه فثناه عن ذلك الدويدار وغيره وقالوا غرض الوزير إصلاح حاله مع هولوكو فأصغى إليهم أي فأصغى الخليفة إليهم وبعث هدية قليلة مع عبد الله بن الجوزي فتنمر هولوكو فتنمر هولوكو وبعث يطلب الدويدار وابن الدويدار وسليمان شاه فما راحوا لاحظ؟ إذن من الذي يطلب هولوكو هو الذي يطلب فطلب هولوكو أن يأتي إليه الدويدار وابن الدويدار وسليمان شاه فما راحوا وأقبلت المغول كالليل المظلم وكان الخليفة قد أهمد حال الجنت وتعثروا وافتقروا وقطعت أخبازهم ونظم الشعر في ذلك فلا قوة إلا بالله من الذي أهمد حال الجنت؟ الخليفة كما يقول الذهبي أقول هذا يثبت يقينا أن الخليفة يعلم بتحرك هولوكو إلى بغداد قبل سقوط بغداد بشهور عديدة وبعد تحركه أشار ابن العلقبي بنصيحته على الخليفة فأرسل الوفد والهدايا ورجع الرد بعدها مع طلب هولوكو أن يحضر الخليفة بنفسه أو أحد أركان سلطته المعينين بالأسماء فرفض هؤلاء أمر الخليفة بالذهاب إلى هولوكو واستمر الحال حتى أتت سنة 656 هجري فسقطت بغداد والخلافة وهذا يفند من يدعيه أن الخليفة لا يعلم بتحرك هولوكو وأن ابن العلقبي كان يكتم الأخبار والكتب عنه المورد الثاني الذهبي في تاريخ الإسلام الجزء الثامن والأربعين في صفحة ثلاثة وثلاثين إلى صفحة خمسة وثلاثين سنة ست وخمسين وستمائة سنة ستمائة وستة وخمسين هجري كائنة بغداد كان المستنصر والكلام للذهبي كان المستنصر بالله قد استكثر من الجند حتى بلغ عدد أساكره مئة ألف فيما بلغنا هذا من الخليفة المستنصر وكان مع ذلك يصانع التتار ويهاديهم كان مع هذا يصانع التتار ويرسل إليهم الهدايا وكان مع ذلك يصانع التتار ويهاديهم ويرضيهم أقول بيدهم السلطة والمال وتحت أمرتهم عشرات ومئات الآلاف ومئات آلاف العساكر وملايين المسلمين المستعدين للقتال ومع كل ذلك يصانعون ويرسلون إليهم الهدايا ومع كل ذلك يصانعون التتار ويرسلون إليهم الهدايا والأموال من أجل استرضائهم فهل هذا التملق والعمال والخيانة العلقمية التيمية من تدبير ابن العلقم الشيعي وإذا كان إمامكم وخليفتكم بكل ما يملك من قوة والسطبة والسلطة وأموال وعساكر هادنة ورضخة للتتار دليلا صاغرا فلماذا إذن تنتقدون وتأفكون ابن العلقمي وتتهمونه بالعمال والخيانة وهو لا يملك شيئا من ذلك فلماذا لا يكون المبرر الذي جعل الخلفاء يذلون أنفسهم لهلاكه هو نفس المبرر الذي جعل ابن العلقمي يذل نفسه لهلاكه بل تكون له الأولوية في التبرير فإذا كانت هذه العمالة كانت هنا عمالة وخيانة عظمى وإذا كانت عمالة وخيانة عظمى فتكون شاملة للجميع الخلفاء وابن العلقمي بل يكونون أولى بها منه لامتلاكهم كل عناصر السلطة والقوة بخلاف ابن العلقمي ترجمة نانسي قنقر